تعرض المغربي إدريس فتوحي لعب الأهلي لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريق وامس ضد التعاون بختام مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين وغادر فتوحي ملعب المباراة عند الدقيقة 11 وتم نقله إلى المستشفى بعد أن تدخل حسن قادش لعب التعاون على قدمه بعنف ولم يتخذ حاكم المباراة أي قرار حول تلك اللعبة وسخر فتوحي عبر ستوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشره صورة لغرفة تقنية الفيديو الفار مع تعبير يقصد من خلاله أن حكام الفار نائمين في إشارة لعدم اتخاذ أي قرار بمعاقبة لعب الخصم بإعطاءه بطاقة سفراء أو طرد وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن الفحوصات المبدئية قد بيّنت أن هناك اشتباه في إصابة إدريس فتوحي بتمزق في أربرطة الكاحل وسيغيب على إسراء فترة طويلة جدير بالذكر أن إدريس فتوحي قد انضمن صفوف الأهل السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الحزم لمدة موسم رياضي مع خيار التمديد لموسم آخر ترجمة نانسي قنقر